كن كالخوخي داوي كن داوراسو مثال شعبي من أشهر الأمثلة الشعبية المغربية لي كنستخدموه بزاف حياتنا اليومية باش نعرفو معناه خاصنا نعرفو أولاً القصة ديالو شحال هادي؟ كالخوخ كيتعتبر من الفواكه المميزة والمرغوبة وكان تقريباً هو الفاكهة الواحدة للناس كيهدروا بزاف على المنافع ديالها هادشي اللي خلاها عند الناس المسطاء في الفهم والوعي كيظنوا أنها الفاكهة الوحيدة الأغنى من حيث القيمة الغدائية وتجاهلوا المنافع والفوائد ديالباقي الفواكه اللي كانت متوفرة في هدك الوقت وزادوا المغربة تأثروا أكتر بالفرنسيين في طريقة تعاملهم مع فاكهة الخوخ بحيث كانوا كيقولوا في تعبيرهم عندي الخوخ واللي كيقصدوا بيها عندي الجهد والطاقة وبدأت القيمة ديالخوخ شوية بشوية كتكبر عند المغربة بدأوا كيقولوا أن الخوخ كيطي القوة والطاقة بمجرد ما يأكلوا الشخص ولأن العقل الباطني أقوى من الواقع فتيقوا أيضا أن الخوخ ممكن يعالج الرواح والشقيقة وتساقط الشعر لدرجة أنه رجع كي يأخذه الناس في حال اللي كي يأخذوا الدواء ومن اللي كان كي مرض شي حد كانوا كي يأخذوا له الخوخ بش يعاونه يتشافى وبقى وجدودنا على هذا الحال لسنين حتى عاقوا بالخوخ وعرفوا أن الفوائد جالوا بعيدة كل البعد على أنه يداوي الأمراض وأنه ماش يدوا ولاحظوا أيضا أنه ضغيكي طيب وكيتكمش وكي يقولي خفيف وهشيش وضغيكي بهات وطلع لهم الدم للخوخ هنا فاشبدا وكي يقولوا كون كان الخوخ يداوي كون داواغي راسو ترجمة نانسي قنقر